السلام عليكم كيف الاحوان تمنى تكونوا بخير وعلى خير الفيديو ديال اليوم غادي يكون غير قصير بغيت نقربكم فيه مهد النوع ديال برقولة بنسبة هد البرقولة هدي كنقدرو ندروها في التراز في البالكون شي غور فعدنا في السطح او لشي غور فعدنا في الحديقة هدو كنقدرو نغطو بها حتى لكوغ ديالنا في نسبة هدو البرقولة كما تشوفوا معايا في الفيديو كانقدرو اننا نسدوها كما كانقدرو اننا نفتحوها بالتيلو كوموند يعني كنتحكموا فيها عن بعد وكان هدو الانواع ديال الاسقف اللي كتكون موتى حريكا وكنقدرو اننا نتحكمو فيها عن بعد بزاف ديال الاخوان كيسولوا عليها لانها كتنفع بزاف وخصوصا بالنسبة للإخوان اللي كيكون عندهم لاكوخ أو لكيكون عندهم البالكون وكيبغيوا يستغلوا كيبغيوا فيه إما جليسة إما مطبخ يبغيوا يسقفوا بوحد البرغولة اللي قدروا يتحكموا فيها عن بعد باش ما تخلق لهم حتى إشكال في الإضاءة أو في التهوية مثلا مني كتكون الجوم زيان وكتكون الشميشة والهوا كيبغيوا يهوي هذاك الماكن ومني كيكون الشتاو كيكون الرح كيبغيوا يسدوه وكيما كتشوفوا معي هنا في الفيديو المعلم صورنا هاد البرغولة هادي من الفق هنا كينا واحد الحادقة صغيرة موالين تدرداروا واحد لقليسة فهذاك الحادقة كيما كيبغيكم وصدوها بهاد البرغولة هادي ومني كيبغيوا يفتحوها را كيفتحوها وبالنسبة هاد الانواع ديالبرغولات راح كي يجي ممتاز وما كيدخل شي الماء أبدا ولكن بطبع الحال على شرط يتخدم بوحد طريقة اللي ممتازة وأيضا يتخدم من طرف الناس اللي هما متخصصين واحترافين بالنسبة لخدمة اللي كتشوفوا معايا هنا هي ديال معلم زكريا وان شاء الله قريبا غادي نشارك معاكم الخدمة ديال هاد البرغولة بجامع التفاصيل ديالة في إحدى الفيلات شكرا لكم بزاف وبسلام عليكم في فيديو آخر ان شاء الله بحول الله